السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم عن طريقة اغذى استراحة او ايقاف الويديوهات بعد مرور وقت معين من المشاهدة. اولا ندخل الى يوتيوب ثم نذهب الى رمز القناة ثم نذهب الى في الاسفل او الاعتذار. ثم نذهب الى الجنرال او الاساسية. ثم نقوم بالنقل على الاولى او لعقد استراحة. نقوم بالتفعيل وثم لدينا الساعات والدقائق. نختار ساعات مثلا ساعة او ساعة او ثلاثة وهكذا. ولدينا الدقائق. خمسة دقائق تبدأ وتنتهي بخمسة وخمسين دقيقة. ونختار خمسة دقائق. وبعدها نقوم بالنقل على او كي. والان تفعلت كما ترون. الان لنعود الى الصفحة. وسوف نختار هذا الفيديو لمشاهدة ونرى بعد خمسة دقائق ماذا سوف يحدث. الان قمنا بالانتظار بعد خمسة دقائق. كما ترون تم ايقاف الفيديو تلقائيا. لاخذ الصراحة بعد مشاهدتي. ونستطيع من ضبط بالنقر على ودسميس للتجاهلة. وبعد خمسة دقائق كل فيديو سوف يكون بيقافة تلقائيا. وهكذا نستطيع من اخذ الصراحة بعد مشاهدة كل فيديو. واتمنى الفيديو افادكم.